وقالت رئيس المؤتمر الدولي البرلمانيين الشباب عضو مجلس النواب صحر البزار إن الوثيقة الختمية للمؤتمر تسعى للتركيز على العلاقات بين تغير المناخ وحقوق الإنسان وأضافت أن هذا الجيل يسعى لتحقيق العدالة المناخية في العالم هذه الوثيقة تسعى للتركيز على المناقشات الرئيسية والتوصيات والأفكار المغتقرة إن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان واضحة لأن التغيرات المناخية المرتقبة سينتج عنها معاناة وضعف أكبر نحن الجيل الذي سيحقق العدالة المناخية والذي سيكسر سوسيلة التظاهر البيئي من أجل التحرك نحو مصار أكثر استدامة دون تخلف أي شخص عن الركب أمامنا دور خاص لنلعبه وهو إشراك الشباب بشكل فعال في مؤسسات صنع القرار